أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلبة الكرام نلتقي اليوم مجدداً وبالتحديد في يونتين مكملين إن شاء الله اليوم وإحنا بصدد أن نعمله عملية غلق أو إنهاء طبعاً يونتين كان بعنوان اللي هو ماركتينج التسويق اللي هو لب اللي هو التخصص طبعاً عنا اليوم حاجة اسمها discussion النقاش the 4BS form طبعاً في حاجة اسمها 4BS طبعاً يعني إنهم بيبدوا في حرف ال-B زي ما أنتم شايفين هاي واحدة انتين تلاتة أربعة وحطينا S أو حط S لأنهم جميع فورم تشكل the basis الأساس of the marketing mix لخليط التسويق if you want to market a product إذا أنت بدك تسويق منتج ساكسسفولي بنجاح you need أنت تحتاج to get this mix right لازم يكون عندك هذا الخليط من هدول الأربعة وما يكونش أي واحدة منهم مفقودة ليش سميناهم ال-B-A-S لأنه كلهم بيبدوا في حرف ال-B وحط ال-Sين أبوستروفي لأنه برولار جميع أول حاجة اللي هي البروداقت اللي هي المنتج goods البضائع or services أو الخدمات that are sold التي تبع طيب برايس برايس السعر كنا عارفينها the cost to the buyer of goods or services اللي هي التكلفة ليه اللي هو للمشتري أو البضائع أو services أو الخدمات يعني واضح الكلام طيب بروموشن الترويج وحكينا لسه المحاضرة اللي فاتت أني أنا بنفعش أجي أعمل إطلاق لأي منتج من المنتجات مثلاً مصحوق غسيل مستحترات تجميل مركة ملابس جديدة بدون ما أعمل عليها بروموشن وأخصر informing إخبار customers الزبائن about products عن المنتجات and persuading اللي هو إقناعهم them to buy them إنهم يشتروهم وطبعاً هذا البروموشن اللي هو الترويج بيكون عبره اللي هو التلفزيون، الراديو، وسائل التواصل الاجتماعي وبتلاحظوا عسبين مثال القنوات المصرية بتلاقي مسلسل عسبين مثال مدة و30 دقيقة بيظلوا حوالي ساعتين إعلانات وهذه الإعلانات بتدخل عائد كبير للمحطات التلفزيونية وفي نفس الوقت بيعملوا ترويج للمنتج place المكان where goods حيث البضائع or services أو الخدمات are available تكون متاحة إذن هدول الأربعة ما بنقدرش إحنا نستغني عنهم هم الأربعة بيكملوا بعض وممكن يجينا سؤال اختيار من متعدد إنه the four B S هو البروداكت وكذا والبرايس والبروموشن بليس ونجيب أو كلمات تانية إلها علاقة في حرف ال B وكمان مجموعة لهم علاقة لكن إلي إحنا نكون حافظين إنه البروداكت والبرايس والبروموشن والبليس اللي إلها أصلاً علاقة في الماركتينج ماكس think of some products فكر في بعض المنتجات you have a bought recently اللي انت شريطها مؤخراً why did you buy them لماذا أنت اشتريتهم يعني أغلب الناس recently كلهم بشتريو اللي هو مثلاً furniture أثاث للبيوت على سبيل المثال مثلاً washing machine غسالة اللي هو refrigerator تلاجة اللي هو ميكسر اللي هو خلاط مثلاً مولينيكس طيب ليش because you are badly in need of it أنت في حاجة ما تسأله ما بنقدر نستغنى عنه طيب what of the 4ps influence your decision to buy أي من هذه الأربعة اللي بتبدأ في حرف البي بتأثر على قرارك لعملية الشراء الصراحة أنا بالنسبة إلي الأربعة بأثروا علي الأربعة ما بقدرش أقصل وحدة فيهم عن التانية طيب which of the following statements do you agree with أي من الجمل التالية أنت تتفق معها أو بتأيدها people remember advertisements not products الناس بتذكروا الإعلانات وليس المنتجات الصحيح أنه الناس كلها برضو بتدور على الإعلانات وأنا مثلاً شخصياً ما بشوف إعلان معني بكون بستخدم منتج وماشي عليهم مبسوطة منه ولكن كوني أشوف إعلان كل شوية بتردد بتردد بصير عندي فضول أني أجرب منتج آخر إذن العبارة صحيحة advertising raises prices الإعلانات بترفع الأسعار الإعلانات بترفع الأسعار لا الإعلانات بتزود اللي هو البيع مش بترفع اللي هو إيش الأسعار خطأ advertising الإعلانات بيكون لها تأثير سيء على الأطفال لا بالعكس في إعلانات حلوة حتى في أطفال بيصيروا يحفظوها هذه الإعلانات لا أما ما اعتقدش لأنه حتى هذه الإعلانات كلها مراقبة وما بيظهرش أي إعلان اللي يكون محترم وحتى لو كان في إعلان مش مزبوط بتلاقي بتعرض للنقد ويتم حذفه طيب طبعا هذه الأسئلة هي سؤال مفتوح فيش إجابة محددة للنقاش العام ويو كان أنصر إت أكوردينج تي يور أوبينيون أكوردينج تي يور أندرستاندينج ذير ذير إزنت سفيسيفيك أو فيكست أنصر فيش إجابة محددة أو معينة إتس أبتو الآن ننتقل لأن النقطة المهمة جدا اللي هي موضع أسئلة الامتحانات اللي هي الكلمات أو المفردات اللي مرت معنا في دارس اليوم شير اللي هو مشارقة أو حصة الوحدات الثابتة حكينا حكينا أطلاق المنتج ميكينج 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 أخلي منتج جديد متاح للناس زي ما حقينا في درس يونت إنه كانوا بدهم يطلقوا شامبو جديد على السوق ولازم هذا الشامبو يكون متواجد ولازم يكون قبل ما أنا أوجد وأكون عاملة إلو إعلانات ومخبرين الناس عنه كوربوريت اللي هي الشركة كوربوريت اللي هي الشركة طبعا هنا مش واضح الصحيح الستاتيستيكس اللي هي الإحصاءات والإحصاءات بتتم إلا غير عن طريق الحسابات والأرقام و بير كابيتا أمونت اللي هو معدل الدخل الفردي بير كابيتا أمونت بير كابيتا أمونت معدل الدخل اللي هو الفردي طبعا إحنا حكينا كذا مرة إنه الأسئلة هذه إما تيجي على شكل أربط على شكل اللي هو ترجم share means كذا ولا كذا ولا كذا أو ممكن نجيب المعنى بالإنجليزي وأقول لك هل هذه معنىها كذا أم كذا أم كذا نركز على هذا الموضوع طيب vocabulary exercise من هذه الكلمات اللي هي share و launch و corporate و statistics و bear كابيتا بدي أعمل نعبئ الفرقات مع بعض في الخمس الجمل هذه vocabulary exercise for the gaps with the words above من الكلمات في الأعلى for some months لعدة أشهر the the share الحصة price اللي هو سعر الحصة remained بقى fairly aesthetic يعني بقية ثابت سعر الحصة بقية ثابت بدون تغيير إذن الكلمة اللي حاب منها الفراغ رقم واحد اللي هي share share وأج أحطها وين في الفراغ يوجد لديهم أعلى معدل دخل للفرد في العالم bear capita bear capita هذه أجيب أحملها وأحطها في الفراغ they have the worst largest bear capita income bear capita income معدل الدخل الفردي كمان مرة bear capita income معدل الدخل الفردي يعني البيع في الشركة زاد بسبب اللي هو اللونش اللي هو إطلاق of a new sunday magazine عن طريق مجلة تدعى مجلة الأحد new sunday magazine إذن the company's spending has also rising rising following إذن launch قلنا إيش المقصود باللونش إطلاق المنتج في السوق وين وين هكلمة لونش هاي هاجي هحملها وحطها وين في الفراغ this established هذا أسس أو كون strong corporate image corporate هاي هكلمة corporate اللي هي الشركة حاجي هحملها هاي corporate وحطها في الفراغ شكل الشركة هذا أسس شكل قوي للشركة اللي هو corporate حاجي هحط هين image زي ما احنا نقول مثلا شركة نسلي الام اشتبعها أو الشكل شكل عملاق شركة الفراري تحت السيارات شركة اللي هو samsung شركة مثلا kia كلها هاي لها شكل ضخم وممتاز official statistics اللي هي الإحصائيات المكتبية official statistics هيها statistics الإحصاءات شو بيّنت real wages declining by 24% بيّنت الإحصاءات إنه الأجور الحقيقية تقلصت بنسبة 24% official statistics هيها كلمة statistics إذن الإحصاءات المكتبية بيّنت أن شو شو بيّنت real wages أن الأجور الحقيقية declining تراجعت تقلصت نزلت by 24% بنسبة 24% طبعا ممكن يكون إنه صار عندهم المشكلة الشركة أفلست صار عندهم مشكلة صار عندهم حاجة ما بيسير الموضوع هذا إلا يكون إله في تداعيات طبعا هذا اليونت يعتبر من أهم اليونتات اللي إحنا لازم نركز عليها وحيكون منه كم يعني متواضع في أسئلة الامتحانات نركز عليه نهتم في الراجع المفردات والكلمات هذه أول بأول ودايما نعمل حسابنا إنه يجينا سؤال على شكل اختيار من متعدد أو صح أو خطأ that's all أتمنى لكم السلامة والتوفيق وإن شاء الله مكملين المحاضرة الجاية في يونت جديد ويونت متجدد ومهم اللي هو يونت 11 يونت 11 وعنوانه اللي هو الابريزانتيشن اللي هو العرض وطبعا أنتو كقسم تقنيات التسويق الرقمي بلزمكم كثير في مجال تخصصكم أنك تعمل عرض على شبيل المثال لمشروع لمنتج إلى آخره